شكرا جزيلا سيدتي رئيسة أعتذر على طلب الكلمة ولكن وجب علي الرد على أخي سافير الجزائر أبدأ بآخر عنصر تطرق إليه بالنسبة للقضية الفلسطينية نعم كان هناك دفاع ولكن باسم المجموعة العربية أنه ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن وإذا كانت الجزائر مهتمة بهذا القدر لحقوق الشعب الفلسطيني لماذا يمنع مظاهرة الشعب الجزائري في شواع الجزائر دعما لغزة دعما للبنان دعما للدفات الغربية إنهم يحضرون المظاهرات وما من أحدا له الحق في المظاهر أما في المغرب كل أسبوع نشهد مظاهرات أمام البرلمان وفي المدن الكبرى ثانيا أخي الجزائري على ما أعتقد متأثرا لأنني أتحدث عن الصحراء المغربية نعم لأتحدث عن الصحراء الغربية لأن هذه الصحراء لم تظهر أبدا في التاريخ وإنما كانت وطاة الصحراء المغربية والأسوء الطالع تغير الاستعمار الوضع حتى حينما وردت هذه القضية في 1963 للأسف أخي الجزائري لم يذكر أبدا أن المغرب هي التي سجلت هذه القضية ورفعتها في الأمم المتحدة القرار الأول صدر عن الجمعية العام طالب من أسبانيا التفاوض مع المغرب حول الصحراء وتحديد المنطقة وبعد ذلك تطور الإسم من الصحراء الأسبانية ثم الصحراء الغربية وهذا في التاريخ أما حديثه عن السلطة القائمة بالإدارة أعفوا الحق تقليل المصير إن هذا المبدأ حق عالمي لماذا يرغب في تطبيقه فحسب على هذه المنطقة الصحراء المغربية لماذا يرفض بلاده أو عفوا ترفض بلاده شعب الكبير الذي كان متواجدا كمملكة قبل إنشاء الجمهورية الجزائري في 1962 يجب على الجزائر أن تتحل بالشجاعة للدفاع عن المبدأ وأل أن تطبقه حصرا على جانب دون الآخر يجب أن ترقى بهذا المبدأ العالمي ولكن المغرب سيواصل دائما الدفاع عن صحرائه وكما ذكرت آنفا في مداخلتي أحدون الأمل أن تدرك الجزائر أن هذا المشروع الانفصالي يأباء بالفشل بالفعل وأن هذه الحملة ضد تنمية الصحراء ستفشل السيدة الرئيسة في 22 سبتمبر أيلول الماضي وفي هذا المبنى نفسه رواساء الدول والحكومات التزموا خلال قمة المستقبل بالعمل من أجل إرساء عالم أكثر سلما وإنصافا واستداما وقد اعتمدوا مثاق المستقبل والذي أعربوا فيه عن عزمهم المشترك بحل النزاعات القائمة وببناء مجتمعات قادرة على الصمود بإمكانها أن تتعايش بسلام وأن تتجاوز التحديات والمبادئ التي استندنا إليها في هذا المنثاق هي نفسها المبادئ التي نستند إليها بشأن مسألة الصحراء أي مبادرة المغرب الحكمي الذاتي بتقديم هذه المبادرة لمجلس الأمن في 2007 المغرب قدم حلا تفاوضيا وليس مفروضا حل شامل وليس متحيز حل موجه صوب المستقبل بعبارة أخرى هذا خيار استراتيجي يكرسه اليوم مفاق المستقبل نصا وروحا ولسيما المبادئ النقاط التالية أولا المفاق يؤكد دور الأمم المتحدة في صون الأمن والسلم الدوليين المملكة لا تنظر في حل لمسألة الصحراء المغربية خارج إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المغرب لطالما أكد على امتثاله للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة بتيسير من مبعوثه الشخصي ولكن منذ ثلاث سنوات هذه العملية السياسية وللأسف تقودها الجزائر التي ترفض المشاركة بصفتها طرفا رئيسيا وذلك بالرغم من النداءات المتكررة للأمين العام وقرارات مجلس الأمن وجهود المبعوث الشخصي ثانيا المفاق يكرس تطبيق تدابير من أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين وفي هذا صدد المملكة المغربية لطالما أبدت عن نيتها ووجهت نداء لإجراء حوار مع الجزائر لمعالجة هذا النزاع الذي لفقته الجزائر منذ أكثر من خمسين سنة هذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أشار إلى أنه سيسعى دائما لإرساء بيئة للأمن والوئام في المنطقة ولكن بقيت كل هذه النداءات حبرا على ورقفا فالجزائر تصر على عدائيتها للمغرب بمساندة جبهة البوليزاريو ثالثا المثاق يؤكد على أهمية حل النزاعات من خلال الدبلوماسية الوقائية إن المغرب في هذا الصدد أكد في 2007 من خلال مبادرة الحكم الذاتي واستجابة لمجلس الأمن على هذا الالتزام هذه المبادرة اعتبرها المجلس جدية وصادقة خلال قراته العشرين الماضية وللأسف الجزائر ترفض ومنذ ثلاث سنوات أن تعود للمائذة المستديرة وهذا يقود من مبدأ فض النزاعات بطرق سلمية ويقود من العملية السياسية لجد حل لمسألة الصحراء المغربية ويقود كذلك من جهود الأمم المتحدة ويدفع بالسكان المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيش في ظروف لا إنسانية ودون أي أفاق مستقبلية رابعا المثاق يؤكد على الالتزام من أجل اعتماد مقاربة منسقة وتنفيذ سياسات تحفظ مصالح الأجيال الحالية والمقبلة المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقترح حوكمة ديمقراطية محلية وجوهرية وذلك من خلال تعزيز السلطة وضمان مشاركة أكبر لسكان المحليين في اتخاذ القرارة السياسية وهذا يتماشى مع مبادئ المفاق الذي يسعى للتعزيز المجتمعات المحلية وضمان أن الحوكمات تمارسها تلك المجتمعات المحلية استجابة لتطلعاتها واحتياجاتها ولكن هذا لا ينطبق للأسف على مخيمة تندوف حيث أن سكان المحتجزين هم رهينة لمجموعة انفصالية مسلحة بطوطء من الجزائر هذا يحرمهم من العودة إلى وطنهم الأم المغرب للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمقاطعات الصحراوية خامسا المفاق ينادي بمشاركة النساء والشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي الصحراء المغربية النساء والشباب يطالعون بدور محوري في المجتمع ويحظون بمشاركة سياسية كبيرة بما في ذلك في إدارة الشؤون المحلية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية ويشاركون كذلك هم شاركوا في الوضع المبادرة المغربية ويشاركون أيضا في الموائد المستديرة للعملية السياسية ولكن إخوانهم وأخواتهم في مخيمة تندوف للأسف حرموا من شبابهم من قبل الجزائر التي تجندهم في الميليشيات العسكرية لجباة البوليزاريو في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ باريس الجزائر استعادت عن المدارس من أجل التعليم بهذه المخيمات الموجهة للتجنيد سادسا الميثاق يضمن تعزيز الجهود المبدولة لضمان العدالة للجميع المبادرة المغربية تاخذ في الاعتبار كل آليات العدالة من أجل وضع إطار قضائي وقانوني مكيف بما في ذلك من خلال إنشاء محاكمة محلية تضمن الاستفادة من العدالة على قدم من المساواة ولكن من جهتها الجزائر وفي انتهاك للقانون الدولي تحاول فرض سيادتها في مخيمات تندوف على غرار ما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان سابعا الميثاق يؤكد على تنفيذ سياسات اقتصادية اجتماعية وبيئية إن مبادرة المغرب من شأنها أن تعزز من النمو والتنمية الاقتصادية في الصحراء المغربية وذلك من خلال مبادرة اقتصادية تستجيب لاحتياجات سكان المحليين من خلال نموذج جديد للتنمية لمقاطعة الجنوب أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا يفضي إلى خلق فرص عمال وتحسين مستوى العيش ولكن للأسف أربعون ألف شخص في مخيمات تندوف يعيشون في وضع هش للغاية هذا الوضع فقمته تباعية منذ خمسين سنة للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم تحويل وجهتها من قبل المجموعة المسلحة الانفصالية البوليزاريو على غرار ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي ثامنا الميثاق يساند وضع مؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقدم كل الضمانات من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان بما في ذلك التمثيل المحلي والإدراج في اتخاذ القرارات وضمان استقلالية النظام القضائي وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولكن مخيمات تندو فهي أماكن يحرم فيها السكان من حقوقهم وحتى آليات حقوق الإنسان التي يتم تطبيقها في تلك المخيمات تاسعا الميثاق يسعى لضمان الإدماج وتعاون الإقليمي والمبادرة المغربية تهدف لإرساء السلم في المنطقة من خلال تحسين الجوار والاستقرار وضمان التعاون الثنائي الطرف وإيجاد ظروف للتنمية والإدماج والتكامل الإقليمي ودون الإقليمي من جهتها الجزائر تنافي في عملها الميثاق وهي تحتضن مجموعة انفصالية وتفرض تأشيرات مما يحول دون فرص تعاون حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجهها شمال إفريقيا والتي هي التحديات الأمنية السيدة الرئيسة إن الدعم الذي حضيت به مبادرة الحكم الذاتي تؤكد على نظرة المجتمع الدولي لمستقبل الصحراء الغربية ولكن للأسف اليوم أكثر من مائة دولة عضو من كل المناظر وفي ذلك دولتان عضوان دائمتان في مجلس الأمن إضافة إلى 19 دولة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول جميعها سندت المبادرة المغربية على أنها المبادرة الموثوقة الوحيدة وهي الحل السياسي وإلى غاية اليوم أمام هذه اللجنة كل الممثلين أكدوا على ذلك علاوة على ذلك فتح قنصلية عامة لأكثر من 30 بلدا في العيون وفي الداخل هي كذلك دليل للاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية إن مبادرة المغرب هي القاعدة الوحيدة من أجل فضي هذا النزاع الإقليمي فهي تضمن إدارة السكان الأصليين لشؤونهم وهي تعزز من ظهور وحدة المغرب العربي كما أنها تنسجم مع المثاق الذي اعتمد الفترة الأخيرة على الجزائر أن تفهم بأن هذا المشروع الانفصالي الذي تطلع به قد فشل فالصحراء أصبح مغربيا منذ 1975 وكانت قبل ذلك مغربية ختاما أؤكد على دعمي وانقطع صوت المتحدث أشكر ممثل المغرب الموقر على بيانه لمنذوب الجزائر الموقر لموارسة حق الرد سيدتي الرئيسة منذوب المغرب الموقر عرّج على نقطة في العديد من المناسبات وهي الإشارة تحديدا إلى ميثاق المستقبل ولكنه أغفل أن يقول في مداخلته إن هناك إشارة أساسية هنا في هذه الوثيقة التي اعتمدناها الآن جميعا للحق في تقرير المصير هناك إشارة كذلك لمشروعية المقاومة في وجه الاتهاضي والاحتلال الاستعماريين مسألة السحر الغربية تقع تحت مظلة هذه الإشارة واسمح لي أن أذكر كل الحاضرين بأن المندوب في عشر دقائق عشر دقائق فحسب لم يذكر مندوب المغرب الموقر مرة واحدة عبارة السحراء الغربية ولكن تلك هي النقطة الواردة كعنوان لهذا البند من جدول الأعمال في اللجنة هذه إشارة للسحراء الغربية ووفقا لسردية زميلي وجاري مجرد استخدام عبارة الصحراء الغربية أمر محظور ثانيا إذا أردنا أن نناقش الصحراء الغربية وحق أشعب الصحراوي غير قبل التجزئة في تقرير المصير علينا أن نقرب أن المغرب ترتكب الكثير من الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي زميلي من المغرب حق الرد لأنه عرض وجهة نظره وعرضت أنا وجهة نظري بدوري ولكنه يبدو أنه يود أن يحدث جلبة ولم يفهم صميمة كلمتي كانت كلمة بنات على التركيز على المستقبل وكانت كلمة تتحدث عن السلام وتسوية المنازعات وسائل التنمية والرخاء والتكامل الإقليمي أما هو فهو عالق في منطق النزاع لقد نسي في كلمته أن المتحدثين في هذه القاعة أعربوا عن دعمهم على مداري سنوات طويلة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي والمتحدثون كذلك دعوا الجزائر للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات ويبدو أن الجزائر تعاني من نوع من أنواع الشيزوفرينيا هذا أمر منطقي من جانب ولكن من ناحية أخرى إنه يدعو هذه اللجنة للتصرف ولكنه يغفل الدعوة لمجلس الأمن وتلك ليست محضة مصادفة فمجلس الأمن بالفعل ألزم الجزائر بالتصرف ومجلس الأمن هو الهيئة التي تقرر من الذي عليه أن يطلع بالتدابير والجزائر تفضل أن تتجاهل هذه المسألة وتتجاهل البيانات التي سمعناها هنا في هذه القاعة سيدتي الرئيسة جدول أعمال لجنتنا يتضمن خمس بنود ومجموعة من البنود الفرعية بما في ذلك القضية الفلسطينية ولبنان والأراضي العربية المحتلة وأخي السفير من الجزائر كل مرة على مدار خمس سنوات أصر على عدم التطرق لأي مسائل غير مسألة الصحراء وأما عن موقف الجزائر في المسائل الأخرى فلا نسمعه أبداً الجزائر مهووسة بهذه المسألة فحسب ورداً على كلمته حين يتحدثوا عن شعب الصحراوي لا يوجد شعب في هذه المنطقة هناك بعض السكان في هذه المنطقة وجزء من هذه السكان أجبره الجيس الجزائري والبوليساريو على المعيشة في مخيم تندوف إذا أراد أن يتحدث عن الشعب عن شعب المنطقة ليس عليه إلا أن يفتح هذه المخيمات ليرى ما إذا كانوا من الصحراويين أو الجزائر أو كانوا لاجئين من مالي ومن مناطق أخرى وأود أن أؤكد أنه لا يوجد تعريف واضح لكلمة بيبل أو شعب حتى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي لم تتمكن حتى اليوم من توفير تعريف واضح لكلمة الشعب أو بيبل لأن المتحدث أحياناً ما يشير إلى الشعب وأحياناً ما يشير إلى السكان هناك سكان في المغرب وهناك لاجئون في الجزائر أما عن مسألة تقرير المصير ربما نسي أن يقرأ مبادرة المغرب للحكم الذاتي لأن هذه مسألة حساسة ولكن هذه المبادرة تسمح باستفتاء شعبي في نهاية المفاوضات وشعب وسكان أصحراء المغربية سيكون له أن يقرر ما إذا كان يوافق على هذا الحل ومن يعيشون في هذه المخيمات هم من سيصوتون على الحل السياسي والإدفاقات التي يوفرها مجلس الأمن تحديداً الحلول القائمة على توافق الأراء والحلول التوفيقية على نحو المستدام علينا أن نعود إلى الموئد المستديرة وعلى الأطراف الأربعة أن تتحلى بمسؤولياتها حتى تصل منطقتنا إلى السلام والاستقرار وحتى ذاك الحين ستستمر المغرب في مسارها من أجل تنمية المنطقة ترجمة نانسي قنقر